الاختراق يعني نوعية ولكن هو الهدف من الاختراق ايه؟ حاجتين يا سبايوير يعني أنا عايزة عمل برنامج تجسس على الموبايل او تجسس على ايه اللي انت بتعمله على الموبايل او ان انا اخد بعض البيانات يعني اخد بيانات صور موجودة على الموبايل وخلافه دايما في سؤال يقول هو انا بياناتي مهمة؟ او طبعا بيانات اي شخص مهم ولذلك حتى خلينا اقول لحلك بعض المنصات اللي هي يعني زي leak check و preach alarm مش وقت مواقع كده بسيطة حالك لما بتيجي دخل الايميل او الموبايل يقدر يبحث هل فيه اي تسريب موجود في الدارك ويب بس ده ده منصات بسيطة لاستخدام البسيط ولكن هناك ادوات للبحث في الانترنت المظلم عشان ادور على التسريب ده حصل ولا بس دي انا بقصد انها ممكن مستخدمين عاديين يجربوا هل الايميل بتاعي فيه اي تسريب ليه الرقم الموبايل بتاعي فيه اي موقع الرقم الموبايل ده مكتوب في اي موقع من مواقع الانترنت ده منطور في كل المواقع الانترنت والايميلز مليلة اعلانات من المحلات واعلانات من حاجات ما هيش بتبقى بيانات شديدة الاهمية بالنسبة لصاحب الموبايل حضرتك بتقول ان بيانات اي شخص بتكون مهمة طبعا على اساس ايه بتبقى مهمة لو هي مجرد اعلانات من مواقع تسوق مختلفة أو إيميل للمدرسة بيقول يلا هتول مصاريف أو حاجة زي كده يعني هقول لحليك حاجة مثلا في حاجة وهجاوب بحضرتك بس في حاجة وأنا بدخل بشتري أي حاجة فبيطلب مني بيقولي ممكن رقم تليفونك عشان أرسلك إعلان فمن أي محل تجاري أو سوبر ماركت حتى هل أنا واثق في أن أنا ما بسيب رقم تليفوني عنده هل أنا واثق أنه ما يحصلش تسريب أرقام التليفونات دي لأطراف أخرى بيحصل وده جزء كبير جدا من أرقام التليفونات اللي بيتم تسريبها بشكل ما المعلومات اللي مهمة قد يكون أن أنا لما بخترق موبايل حضرتك بستدعي بعض البيانات أو صور وقد أن أنا أبتز بيها حضرتك فيما بعد مظبوط أو أن أنا قدرت أخترق كم كبير من الأجهزة فمعلوماتي أنا الوحيدة مش مهمة لكن ربط معلوماتي بحضرتك بحضرتك مجموعة البيانات الكثيفة بعندي قاعدة بيانات كبيرة لو أنا عملت تحليل لهذه البيانات أعرف سلوك لو أنا مثلا فيما سبيرو فأنا عرفت اخترقت بعض الأجهزة فعرفت في النطاق ده بيعملوا إيه سلوكهم إيه فهكذا فأصد حسب بقى يعني أنا بدي مثال مفهوم فبالتالي البيان لوحده ليس ذات أهمية لكن لما أخذ بيانات كتير وأبدأ أشتغل عليها يعني هتبقى مهمة للشخص اللي بيخترق بعض الأجهزة طيب تمام بما أني نبدأ تكلم دلوقتي عن اختراق الكاميرا الخاصة بالموبايل أو باللابتوب لو أنا قاعد بعمل شغلي على اللابتوب ومش فاتح الكاميرا هل من الممكن أنه يتم اختراقها؟ طالما متصل بشبكة الإنترنت متصل بشبكة الإنترنت يعني قد أتصل أن أنا هقول لها رأيك مثال قد أن أنا بموجود في مول تجاري وفي شبكة معروفة كده اللي اسمها فري واي فاي أو فري مول باسم المول وكذا اتصالي بالشبكة زكي حمدان صح دايماً ما تصلش بأي شبكة عامة في أي مكان لأن أنا مددسش على روابط أنا دخلت على الإنترنت اللي في المكان